اشتركوا في القناة وبركاته أهلا وسهلا فيكم مشاهدين ومتابعين قناة السعودية نحييكم ونرحب فيكم في حلقة جديدة واسبوع جديد من برنامج هذا البرنامج اللي نحاول قدر الإمكان أن نطرح فيه الكثير من القضايا وأيضا المنجزات والمشاكل ونحاول قدر الإمكان أن نجد لها الكثير من الحلول كل هذا وأكثر راح يكون معانا إن شاء الله اليوم في حلقة جديدة من برنامج الوسط الرياضي اليوم نحن في موضوع الوسط الرياضي مرح نختلف كثير عن موضوع لطالما انطرح كثير في الإعلام التلفزيوني أو عبر الإذاعة وحتى عن طريق الصحف والمجلات وعبر إعلامين كثر كانوا مهتمين بهذه الإشكالية التي سنتحدث عنها اليوم هذه الإشكالية التي سببت لغط كثير وكونت حزازيات وسببت قطل علاقات اجتماعية المشكلة هذه هي مشكلة عالمية لكن نترك العالم ونتكلم عن أنفسنا أكثر كوننا نحن شعب عربي مسلم نبحث دائما على الكلمة الوحدة وعلى الطريقة الواحد اللي دائما ما نسلكه يكون مصيرنا دائما فيه واحد المشكلة باختصار هي مشكلة التعصب الرياضي اليوم مشكلة التعصب الرياضي راح نطرحها ورح ناخذ لها زوايا مختلفة مع ضيوفنا وضيوفكم الكرام راح يكون معنا من الستوديو الدكتور عبدالعزيز الخالد الأكاديمي والخبير الرياضي وأيضا المطير بالوطني أهلا وسائل فيك دكتور أهلا فيك أخي محمد ومساء الخير عليكم على المشاهدين وتمنى فعلا نقدم لمحات في هذا الجانب لأنه فعلا موضوع حساس ومهم جدا إن شاء الله وأيضا راح يكون معنا من الكويت الأستاذ محمد المسند الكاتب والناقد الرياضي نقول سعد الله مساكك سيد محمد الله يسعد مساككم مساك كل الأخوة في المملكة العربية السعودية وشاكر لكم لإستطافتي في هذا المرامج أنا حقيقة أضفت لي شوية الكاتب أنا لست كاتبا ولكن أنا إعلامي كويتي مخضرا لو سمحت سان محمد طيب ما في مشكلة نخليها على الإعلام الرياضي أهلا وسهلا فيك وأيضا راح ينظم معنا من القاهرة الدكتور محمد غانب أستاذ علم النفس الاجتماعي ورئيس قسم علم النفس بكلية الأداب في جامعة حلوان نقول أسعد الله مساك دكتور محمد أهلا بك فاندم أهلا بك بالعكس أنا سعيد جدا بهالقامات الحقيقة الأستاذ محمد المسند يعني إعلامي مخضرا في المجال الرياضي تعلمنا منه الكثير صراحة وهم الناس اللي موجود في الإعلام الرياضي بفترة طويلة جدا جميل ودكتور محمد أكاديمي ونستفيد منه الكثير وهو سوف يتحدث بالتأكيد يمكن أن نتحدث عن الميدان وعن الملاعب لكن سيتحدث حتى عن جانب الأكاديمي والجانب العلمي نعم وإن شاء الله نظيف جميعا ما يفيد المشاهد بمشاهد إن شاء الله وأيضا راح يكون معنا ويسير تحق معنا في هذه الحلقة المحامي والمستشار القانوني المعروف الأستاذ خالد أبو راشد لكن قبل ما نبدأ الحلقة وقبل ما نستعرض هذه الإشكالية خلونا نشوف هذه التقرير مشاهدين الكرام ومكملين معكم في الوسط الرياضي ظاهرة التعصب الرياضي هي ظاهرة عرفت منذ اشتهرت كرة القدم وتعتبر طبيعية إذا كانت بين المشجعين ولكنها غير مقبولة للانتشار إعلاميا فالإعلام يعتبر مسؤولا عن تخفيف الاحتقان الجماهري والتصرفات الغير أخلاقية والتصريحات النارية التي يشملها العبارات غير اللائقة هل بدأ الإعلام الرياضي السعودي والعربي يفقد بوصلته الأخلاقية؟ قبل أن نبحث عن الإجابة نؤكد أن هذا يحدث الآن والكل يراهن على الرياضة كقناة لإشاعة ثقافة السلام والإخاء بالاعتماد على الدور الهام الذي يمكن أن يطلع به الإعلام الرياضي في نشر هذه القيم والمثل السامية بكل ما يتطلبه من مهنية وجعل الاستحقاقات الرياضية ليس فقط مجالا للتباري والتنافس والاستثمار بل كذلك فضاءا للتواصل والتضامن ولتكريس الروح الرياضية لكنه فقد بوصلته لدى بعض الدالفين للإعلام الرياضي كدلالة واضحة على تخلي بعضه عن كل المعاني السامية التي تتمتع بها وسائل الإعلام النظيف كنا نتمنى أن لا يكون الإعلام الرياضي عمل من لا عمل له لينضم إليه كل من يسعى إلى شغل وظيفة متعصب ممن ساهم في احتقار الفكر الرياضي رغم أننا نعيش زمن الإعلام المفتوح والمعلومة المتاحة للجميع دون حجب أو رقيب ونقول لا تستحق الرياضة السعودية إعلاما رياضي متخلفا ولا تستحق برامج وصحف ومنتديات تتلخص مضامينها في تصفية الحسابات لم يكن الإعلام في يوم من الأيام من أهدافها أن تضرب إسفينا في جدار الوحدة الوطنية ولم يكن من ضمن أدابها خلق فرص للفتن وتصعيد للصراع الشخصي بين الأفراد وجعلها مادة للحديث في الدووين والمنتديات وكأن الوسيلة الإعلامية أصبحت ساحة الوغاء ضد الأعداء ومسرح الدجل والمدح والنفاق لأصحاب المصالح والأصدقاء كل شكر طبعا لزميننا على هذا التقرير البسيط وأيضا يمكن الثري في طرحي لحلقة أو موضوع حلقة اليوم في برنامج الوسط الرياضي لكن قبل ما نخوض في عماق هذا الموضوع طبعا نحب نبارك للمنتخب السعودي تحقيق هذا الفوز الجميل واللي كان ممكن يكون متعب وصعب صحيح دكتور عبدالعزيز بفوزه على المنتخب الماليزي 2 ل 1 وشاهدنا يمكن على حلقة اليوم بعض من أشكال وأنواع وصور التعاصب الرياضي والذي حدثت من أحداث شغل في نهاية المباراة يمكن هذه اللي خليني ينطلق من خلال هذه الأحداث معك دكتور عبدالعزيز من داخل المستطيل الأخضر يمكن كنا دائما نقول أنه حد الكورة وحد التعاصب الملعب بر الملعب خلاص نسير أصحابه حبائب على قولتهم أنت ترى أنه هل المشكلة بدأت من داخل الملعب ولا بدأت من خارج الملعب هل هي من ثقافة اللاعبين هل هي من رؤساء مجالس إدارة الأندية هل هي من عناصر أنصبحت محسوبة على الأندية خارج المستطيل الأخضر طبعا أولا نبارك المنتخب لأنه كذلك مناسبة طيبة المنتخب لأنه يتصدر مجموعته وكان فوز صعب جدا وخلني عنك جزية التعاصب اللي حصلت في الملعب الماليزيين معروف بأدبهم وبأخلاقهم وبروحهم الرياضية وكانت مستغربة كثير وبقربهم حتى من المملكة العربية السعودية كنا نتمنى أن يكون استضافة أكبر لكن أنا أحمل جزء كبير من المشكلة للاتحاد الآسيوي اللي فعلا ضعيف في قراراته وضعيف في ضبطه للأمور وللشغب وشاهدنا في الملاعب الإيرانية على وجه التحديد ماذا حصل الفرق والأنذية السعودية ولم نجد الحقيقة القرارات الصارمة بل قرارات هشة وضعيفة جدا انعكست على الملاعب الأخضر الاتحاد الأوروبي في قراراته الصارمة والقوية ما يزال هناك في شغل في الملاعب تحصل لكن شاهدنا تكرر خاصة في الملاعب الإيرانية سواء في أرضية الملاعب أو تعصب الجماهير أو في اللافتات العنصرية لدائما تحصل في المدرجات ومع ذلك لا تعالج بشكل مقنع أو جذري وخاصة الاتحاد الأساسي وضعيف في هذا الجانب بالذات ويمكن يكون قوي شوي على الفرق السعودية والخليجية وهي علامة استفهام صراحة أنا أقول تعصب بصراحة الجميع تحمل بلا استثناء منظومة العمل في المجال الرياضي سواء إداري أو إداري بس فيه بداية حد أنا عارف رئيس النادي اللاعب المشجع الإعلامي وأن كنت معنا الآن السيد محمد هو إعلامي كبير ممكن أن نعلق على جانب أنا أشوف أن الإعلام بالذات في المملكة الربية السعودية له دور كبير جدا في قضية التعصب ورفع حدة التعصب إلى درجة كبيرة الميول والحماس مع النادي مطلب والحماس والاتفاع مستوى الفني كذلك مهم من أجل رفع المستوى لأنه لا يمكن يكون أداء فني عالي بدون أن يكون هناك منافسة شريسة ومنافسة قوية وتنافس قوي لكن يجب أن يضبط مثل ما ذكرت في المستطير الأخضر ويكون في تنافس شريف ويكون عندنا الفروسية وعندنا الاستعداد لتحمل خسارة والابتسام والتواضع عند الانتصار وحتى حقيقة الفوز والرياضة الجميع يعرف أنها فوز وخسارة لكنها ليست خسارة يعني مربكة أو خسارة يعني بل بالعكس من يخسر اليوم سوف يكسب غدا طبيعي والتنافس الشريف يجب أن يكون هو العنوان دائما في هذه المحاصلة وهي وللأسف يعني بكل أمانة الرياضة هي ميدان تربوي إذا خرجنا عن أنها ميدان تربوي وأصبحت آثارها السلبية على النشأ أكثر من آثارها الإيجابية فهناك مشكلة أو علامة استفهام كبيرة طيب يعني هل تشوف مثلا رفع أو يعني البحث عن طرق في رفع ثقافة اللاعبين أساسا أنه نعرف كلنا البيئة الطبيعية اللي ممكن يجي منها اللاعب من دوري للحواري ومن الحالات ومن الحاجات هذه حتى بعضهم يمكن ما أكمل الدراسة فجأة يصير في واحد من أشهر العندية فجأة يصير صورة على كل المجلات والجرائد فجأة يصير على رصده بالملايين فهنا يصير في عملية نقلة حتى يعني محمد أضعف ظلع أو أقل ظلع تعصبا هم اللاعبين يعني اللاعبين بينهم ودوا بينهم جلسات مع بعض يروحون مع بعض يجوم مع بعض في المنتخب مشاهدة في كثير من الصور وكثير من مقاطع الفيديو لكن ما تحضر بالانتشار اللي يكون يعني يعني ما ترع الجوانب إيجابية في لحمة اللاعبين وتقاربهم مع بعض سواء في المنتخب أو في الأنذية تجد في الأنذية متنافسة تماما لكنهم ملتفين خارج الملعب بشكل ممتاز الجمهور لا يعرف هذا لأن للأسف الإعلام يقدم بطريقة غير جيدة وأنا أريد أن أعلق على الإعلام لكن خل في مرحلة متقدمة من البرنامج لأنه فعلا هو الإعلام هو المشكلة أن الآن فيه إعلام يريد أن يبيع المتابعة والمشاهدة والحقوق النشر من أجل يعني فيزيد حدة التعصب ويحضر متعصبين حتى ينقلون للجماهير المتابعة ثم يصبح يعني النقاش بينهم في أعلى قمم التعصب وكل إعلامي للأسف الآن يقدم وهذه جزئية مهمة جدا يقدم على أنه منتمي للنادي وهذا خلل محسوبية محسوب ويقدم بحكم أنك محسوب على البيت الفلاني أو النادي الفلاني ما صارت حتى على أشخاص صارت على صحف يعني كامل وهذا خلل لا شك الإعلام يفترض يكون تحايد تماما جميل لأن الإعلامي هو مثل مثل الحكم تماما ممتاز حنا أخذنا منك جزئية المسطيل الأخضر وقلت يمكن اللاعبين هما الضلع الأضعف وبداية أن تتحمل أو الأفضل أنا أقول الضلع الأفضل في عدم التعصب جميل والأضعف في عملية التعصب وانتشار ممتاز يمكن الإعلام تحملته ويمكن هذه راح ننتقل فيها للأستاذ محمد المسند من الكويت الإعلام الرياضي أستاذ محمد يمكن دكتور عبد العزيز حملكم كثير من المسؤولية بحسب المحسوبات التي تكون موجودة من ناحية العفوان الإعلاميين المحسوبين على الأندية وأصبحت حتى صحف ومجلات أصبحت محسوبة على النادي الفلاني من عنوين نارية وعناوين لها كثير من المفاهيم التي يبدأ يفهمها بالجزئية المغلوطة والكاريكاتيرات أيضا اللي أخذت برضو متسع واسع في عملية نشر التعصب وشيء حقيقة لابد أن أمسي عليك أخي محمد شريف وكل الأخوة العامين في التلفزيون السعودي أهل وسهل وشكر لكم حقيقة على هذه الاستضافة ولا أنسى حقيقة التحية لكل أخواننا في المعارضة العربية السعودية الشقيقة وفي نفس الوقت حقيقة لا يفوتني حقيقة أن أشيد حقيقة بموقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في صفحة الحزب إن شاء الله يتكلل بالنصر بإذن الله إن شاء الله والتحية أيضا إذا سمحت لي لأبناء العمومة المسند في المملكة عشان ما يظن والله ما سلم علينا أنا حقيقة سعيد كل السعادة أيضا بوجود حقيقة أخوة أفاضل على سبيل المثال الدكتور عبداليزي الخالد وشاكلك جدا أستاذ عبد العزيز والدكتور محمد غان الأستاذ علم النفس المحامي خالد أبو راشد أخي محمد بحج ذاته هذه الأسماء حقيقة هذا هو المطلوب هذا هو المطلوب في مثل هذه البرامج لأن أخي الكريم الإعلام اليوم أنا أقول هو أقوى من الكلاشنكوف الله يبعدنا عن الكلاشنكوف اليوم سلاح الإعلام هو أقوى سلاح وأشرة سلاح سلاح أنا مع مثل ما تفضل في الأخ الدكتور عبدالحزيز نعم الإعلام هو هو مشكلتنا المشكلة المشكلة في القضية ما يحدث الآن في إعلامنا هو عملية الإثارة الاستفزاز يعتقد هذا المقدم أو هذه القناة هو النجاح وهذا في اعتقادي هو الفشل بحد ذاته الاستفزاز والإثارة هو الفشل بحد ذاته نحن محتاجين إلى ناس عقلاء موجودين في الإعلام أحنا بصفى خاصة أتكلم عن خليجنا العربي وعالمنا العربي ربما يقول من يقول هناك يا أخي انظر إلى الصحافة في إنجلترا في فرنسا في ألمانيا هؤلاء جانب أما نحن كأمة عربية جانب آخر أنا في دورة الخليج السابقة التي في مملكة البحرين واستضافني أحد البرامج وطالبت بإلغاء دورة كأس الخليج لكن حطيت تحتها شرط إن كلمة شرط إن استمر الإعلام الرياضي بهذا بشطحاته فيجب أن تلغى دورة كأس الخليج لأن الهدف أسمى من الفوز بكأس الخليج الهدف أسمى من أن الهلال يفوز بكأس أو النصر يفوز بالدوري أو العرب الكويتي أو القادسية أو في مصر النادي الأهلي أو هكذا أنا يا سيد الكريم الإعلام يجب أن يوحد ولا يفرق أنا دائما لأقول لكل أخوة الزملاء الجدد في الإعلام أقول أحرصوا على الكلمة التي توحد ولا تفرق ما هو حاصل الآن في إعلامنا في منشتات الصحافة بكل أسف حقيقة وكأنها حرب قائمة بين ذلك النادي وهذا النادي وهذه هي مشكلة المشاكل فهل نحن محتاجين إلى قانون يحد مني أنا محمد المسند عندما أخرج وراء هذه الشاشة أو وراء ميكروفون الإذاعة وأقول ما ما بدى لي لكن ما هي النتيجة لا أفكر في ذلك فقط عشان يقال والله محمد المسند كيف شفتم حلقة محمد المسند أو محمد الشريف شون كانت حلقة فيها كيف أثار الضيف كيف تطرق إلى هذا الموضوع يا أخوان أستاذ محمد أستاذ محمد هي الإشكالية التي ذكرتها كانت متشعبة وواسعة جدا يعني وين البهرة هل مثلا في الإعلامي اللي يرى أنه والله في عملية الاستثارة وعملية والله البحث عن الشهرة أنه لازم أنا أبدأ يصير محسوب على النادي الفلاني وأبدأ أحاول قدر الإمكان أني أجج المشاكل حتى وإن كان في بعض الإعلاميين يكون فريق مهزوم ويبدأ يثير النعارات ويثير التعصب وإحنا نفزنا في المباراة اللي قبل 70 سنة والمباراة اللي قبل أربع أيام والمباراة اللي أنتم لعبتم مع الفريق الفلاني إن هزمتم طيب هذه كيف حنا ممكن نحاول قدر الإمكان أن نقلل من حدتها أخي الكريم مثل ما تفضل الدكتور عبد العزيز التعصب مطلوب أنا واحد من الناس أقول يجب أن أتعصب للنادي اللي أنتمي له التعصب مطلوب للمنتخب الذي يمثلني لكن ما هو كيفية التعصب يا سيد الكريم عندما يباح لي الكلام في الصحافة ولا في الإذاعة ولا في التلفزيون أقول ما بدا لي وحط المنشتات وكأنه حرب يا جماعة هذا لا يجوز هذه مسؤولية مسؤولية والله كبيرة تقع على عاتقنا مؤانة من هو المسؤول في التلفزيون السعودي من هو المسؤول في التلفزيون الكويتي هذا كلام لا يجوز يا أخوان إحنا أخوة ويجب أن نوحد ولا نفرق إنما أذهب أو ألعب مباراة مع مصر قبل أن يوصل النادي الكويتي أو السعودي أو المحرين أو القطري أو العماني أو الإماراتي إلى مصر وكأن الصحافة في مصر أو في الكويت أو في هذه الدول أعلنت أن هناك حرب ستقام غدا طيب جميل يعني دام أنك ذكرت أنت جمهورية مصر الشقيقة خلينا نطلع لدكتور محمد غانم أستاذ علم النفس الاجتماعي ورئيس قسم علم النفس أيضا بكلية الأداب في جامعة حلوان دكتور محمد غانم تسمعت يمكن كثير من الآراء من الدكتور عبد العزيزيخ خالد وأيضا من أستاذ محمد المسند ويمكن أنتم كانت لكم أيضا تجربة للأسف مأساوية مع التعصب يعني صار فيها الكثير من القتل صار فيها الكثير من الإصابات في قضية بورسعيد من ناحية نفسية بحتة هل تشوف أنه مثلا الشخص بشد الدفاع القوي طيب نعم طيب هل أنت شايف أنه مثلا من ناحية نفسية بحتة هل الإشكالية مثلا في اللاعب هل الإشكالية مثلا في المشجع لما يبدأ يشوف مثلا منشيت مثلا في صحفة معينة أو يشوف مثلا كلمة كرارها أحد رؤساء الأندية يبدأ يأخذها ويبدأ يدندن عليها من ناحية التعصب الرياضي نعم طبعا بداية مبروك للمنتخب السعودي والشكر على الاستضافة وسط هذه الكوكبة المتميزة يعني أنا سعيد بالحوار معاهم أهلا وسهلا وسعيد جدا بموضوع الحلقة وهو التعصب لأنه هو ظاهرة عالمية إلا أنه بيظهر ويختفي في بعض المجتمعات وطبعا إحنا عانينا في مصر تحديدا وفي الفترة الأخيرة التي حدث فيها بعض مظاهر الانفلات الأمني فحدث أيضا بعض مظاهر الانفلات الأمني في المجال الرياضي وأدى إلى مقتل الكثير وإصابة الكثير من الأفراد ما زالت هذه الموضعات موضع تحقيق طبعا لا نستطيع أن نحمل طرف مسئولية التعصب أو إثارة التعصب لدى الآخرين بقدر ما هو جملة من العوامل والأسباب قد يكون اللاعب نعم وتعصبه للنادي الذي ينتمي إليه وتفاخره بذلك واستهتاره أو استهزاؤه بالطرف الآخر لأن التعصب هو عبارة عن حكم مصبك على الآخر إما بالقراهية دون سند منطقي أو بالحب دون سند منطقي يعني ما فيش منطق أبدا في التعصب ليه بتحبني ما فيش منطق ليه بتكرهني ما فيش منطق وبالتالي هذا المنطق يؤدي إلى إصارة الإنفعالات والإنفعالات ليس لها عقل وبالتالي تؤدي إلى الكثير من المظاهر التي نراها بدءا من الهتفات البذيئة لأصحاب الطرف الآخر وجمهورهم ثم أو أحيانا تحشيهم أو تجنبهم أو معيرتهم ثم الاعتداء الجسمي عليهم وأخيرا الرغبة في إفنائهم أو إبادتهم وقد تتحول هذه الرغبة إلى واقع حقيقي وقد يكون المشجع والمشجعين في الفترة الأخيرة كما نعلم في مصر كمثال قد كونوا روابط رابطة مشجع الفريق كذا ورابطة مشجع الفريق كذا وكل رابطة تحاول أن تتفاخر على الروابط الأخرى ولا يقتصر الأمر على مجرد الهتفات أو الرقص في الملاعب كما نرى ونشاهد الآن وانا أتحدث وإنما قد يصل هذا الأمر إلى العراق وإلى حوادث دامية قد لا تحمد عجباه يعني قد تنتهي هذه النهايات نهاية مأساوية لإليه لأن أي مطشي لابد أن ينتهي إما بمكسا أو بخصارة نعم طيب دكتور محمد أنت مثلاً ونحط عن علاج نفسي لهذه الإشكالية ولهذه الظاهرة من خلال مثلاً المدارس من خلال أيضاً الإعلام والصحافة من خلال كثير من القنوات التي نشرت التعصب من خلال قنوات نشرت التعصب وهل نحط مثلاً فيه علاجات ممكن نفسية للناس المتعصبين يعني يسمع أوقات أن الوقات المشجع يصل لمرحلة الإغماء وارتفاع السكر وانخفاض الضغط والله عشان الفريق ينهزم أو حصرت فيه إشكالية في الفريق وإحياناً السكتة القلبية بالضبط يعني أحياناً بعض الجمهور يصب بسكتة قلبية ويتوفق الله نظراً الانفعال لأن فريقه جاب جون ففرح أكتر من اللازم أو فريقه دخل فيه جون فحزن أكتر من اللازم فممكن يصب هذه الأشياء طبعا بس بداية عايزة أوضح نقطة أن الحمد لله مظاهر التعصف في عالمنا العربي ما زالت يعني إلى حد ما في حدودها المعقولة مقارنة بمظاهر التعصف في المجتمعات الغربية الحمد لله بس يا جبتو أنت تتكلم عن مجتمعات غربية بس هنا نتكلم عن مجتمع عربي مسلم نبحث دائما عن الخط الواحد والمصير الواحد لها فروق واحدة جدا طبعا طبعا وبالتالي فيه برامج للوقاية من التعصف في البداية يعني إحنا لما بنيجي ننشئ طفلنا أو ابننا عبر مؤسسات المجتمع المختلفة سواء كانت أسرة أو مؤسسات تعليمية مختلفة أو مؤسسات دينية أو إعلام أو أصدقاء أو غيرها من وسائل التنشئة الاجتماعية لابد أن نربي الولد على مجموعة من الأسس أول أساس أن نجعله يقبل الإختلاف مع الآخر وإني مش معنى أن أنا مختلف مع سيادتك في اللون في الدين في الجنس في أي حاجة معناها أن أنت عدوي أو أنني يجب أن أنصبك العداء هذا خطأ ويجب أن نضرب المثل والقدوة لأطفالنا على ذلك يعني الأب المتعصب لا يصلح أبداً أن يكون مرشداً ومعلماً لإبنه أو لمن يريد أن يبتعد عن التعصب كذلك أيضاً مؤسسات التعليمية يجب أن تربي الأولاد على التسامح والمحبة للآخر يعني كيف أتسامح مع الآخر حتى وإن اختلف معي أو أخطأ فيه وإني لا تكون حتى تعليمنا الإسلامية بتقول أني يعني من الخطأ أن أرد على الإساءة بالإساءة يعني إضرب بالله هي أحسن فإذا الذي بينك بينه وعداء وكانه وليون حميم وما يلقى إلا الذين أصبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم بمعنى أنك لا ترد الإساءة بالإساءة وهذا من صميم تعليمنا الإسلامية وتعليم المجتمع العربي الأصيل وأيضاً حديث الرسول ليس شديده بالسرعة وإنما شديده من يملك نفسه عند الغضب إذن لابد من وجود معايير معينة وأسس معينة أنا معاك أني ممكن مع الدكتور عبد العزيز لما قال لابد من وجود قوانين صارمة تنفذ وتطبق على الكل المتعصبين الذين يسرون الشغب في الملاعب بالمناسبة المتعصبين بيعتقدوا أن الشغب في الملاعب ده ظاهرة طبيعية يعني شيء طبيعي جداً ولا يجب أن تستسير دهشة أو استعجاب الآخرين وأيضاً لهم مظاهر مختلفة ولكن أنا من وجهة نظري أن القانون وإن كان حاسماً في بعض المواقف إلا أننا يجب أن نلجأ إلى وسائل أخرى يعني لا نجب أن نجع للعكوبة أو القانون هو السيف المسلط لعلاج مثل هذه الظاهرة وإنما هناك أساليب أخرى تبدأ بالتنشئة نبدأ نبص في المناهج الدراسية بتاعتنا على الأغلبية أن تقبل الأقلية أن النادي بتاعي إذا كان هو النادي اللي أنا بحبه وبنتمي إليه وبفتخر بالانتماء إليه إلا أنني يجب أن أعلم أن هناك أندية أخرى لها أيضاً مشجعين ويجب أن أحترمهم وإني كما نعلم من الحقائق الحقيقة أن النادي الذي ينتصر مرة لا ينتصر في كل المرات والذي هذا مرة لا ينازم في كل المرات وإنما توضعك عند النصر وإنما توضعك عند النصر العناوين الصحفية التي تكون موجودة أي إن كان مثلاً بين أندي وحتى بين المنتخبات في الدوريات العالمية طبعاً الدكتور محمد وحتى الأستاذ محمد ذكروا يعني جوانب مهمة جداً في رأيي التنشئة الاجتماعية والتنشئة الأسرية والدوار الأخرى المؤسسات التعليمية وغيرها مهمة جداً لكن المشكلة هين الآن المشكلة؟ تجاوزنا هالجوانب بكلها عشان تصلح فيها يبغى لك قضية طويلة جداً الآن الإعلام وإن أكدت عليهم كل سيد محمد أيدني في جزء كبير منه وحتى على مستوى العناوين أنا أشوف أحياناً عنوين يقول لك المباراة الثأرية المنافس لازلنا في كثير من قنواتنا الإعلامية الرياضية نطلق عليها الخصم وكأن كرة القدم خصومة وليست تنافس شريف لازلنا لازلنا رغم أنها كلمات مهمة جداً ومعبرة عندما أقول أنا ألعب خصمي اليوم مهم خصم هو ليس خصم أقول أنا منافس فريق الفلاني منافس لفريقي جميل وليس خصم لي وأنت منافس لي وليست خصم للأسف لا زال حتى على مستوى الحكام في كتاباتهم حتى في الكتابات الأدبية لا زالت في كتبهم كسر العظم وكسر المجاديد مباراة اليوم كسر عظم مباراة ثأرية رد الدين وكاننا في معركة رد الدين ليش؟ هي منافسة لازلنا في أدبياتنا الرياضية عندما نطرح في حوارات لازم نطلق كلمة الخصم تتكرر من الحكم حتى عندما يحلل المباراة يقول خصم الإعلامي عندما يحلل المباراة أو يتحدث عن المباراة يقول مراقبة الخصم متابعة الخصم وأتركنا الرياضة أنها خصومة وهي ليست خصومة هي تنافس شريف هذه جزئة مهمة الجانب الإعلامي اللي الآن مشهور عندنا طبعا هو في قنوات التواصل الاجتماعي بشكل عام في تويتر ولا في القنوات الأخرى هذه طبعا ليس فيها ضوابط وبالتالي لا يمكن أن تعملها ضوابط لكن البرامج الحوارية الآن أشهر برنامج أو أفضل برنامج يكثر المتابعة والمتابعين ويبيع هو أن تجمع لك أربع متعصبين نتحدث عن المملكة الربية السعودية نتحدث عن تفلتهم على بعض أربع هلالي نصراوي اتحادي أهلاوي ومذيع فقط نشيطه وحركه يبدأ يحرك الجو ويبدأ يحرك ويمكن فيه اتفاق بينهم تحت الطاولة من أجل إثارة ومتوقع لو يقولك أنا أبيع البرنامج محمد هو الآن يبيع البرنامج عشان يزيد المتابعة يزيد الإعلانات وفعلا زي ما ذكرت في بعض الإعلاميين نازلة لهم صور هم يرعبون البلوط يتعشونهم أطعم بعض يعني حتى فيه لقطة في أحد القنوات وخلنا نسميها لأنها إذاعة الآن تقدم بشكل جيد الـ UFM فيه صوت لامرأة كبيرة في السن تشتكي تقول أنتم يا أهل القنوات تجتمعون في الاستراحات وتتفقون على إثارة الشباب الصغار أنا عندي أبنائي شوية خانقون واحد يشجع نادي واحد يشجع نادي وأنتم تضحكون وراء الطاولة وراء الكواليسة وراء الكواليسة تضحكون وأنا أقول يجب أن نضبط يجب أن يكون رجل عمره 60 سنة أو أكثر فقط أنت تجي تبيع عشان أنت تتواجد في القناة يعني اسمحوني بالمصارحة هذه وأجوة لا يزعل مني أحد تبيع أنت المتابعة أو تشتري المتابعة على هذه القنوات تدعيك أكثر على نفسية الشباب وعلى عشان تزيل الناس نحن الآن محمد أحوج ما نكون إلى الصدق مع أنفسنا أحوج ما نكون إلى المحبة إلى الاعتلاف إلى التآخي إلى الصداقة لأن المجتمع يحتاج نحن ذوق حتى في مجتمعنا الآن مدفوع يعني محمد ما عليش بس أنا ما أبيع عشان مجتمعي أنا مجتمعي يحتاج إلى مزيد من اللحمة هذه الرسالة دائما نبحث عنها وراء في الإعلام الجانب الوطني يجب أن يتغلب لذلك أنا وطالب بصراحة من هذا المنبر وطالب الجهات المسؤولة في الدولة أن تتدخل في قضية الإعلام وضبط من يقدم التعصم جميل حنا رح نرجع ونشوف يعني الدائرة هذه دائرة العلاج مع مين كيف يصير فيها التعاون والتكاتف من كثير من القطاعات الحكومية والخاصة صغل لعلاجها إذن الإشكالية لكن نرجع أيضا للدكتور محمد غانم وأستاذ علم النفس الاجتماعي من مصر ويمكن الدكتور عبد العزيز يعني ذكر نقطة مهمة أنه اختيار المصطلحات في الأخبار وفي الصحافة وفي الإعلام بشكل عام وحتى في الرسم الكاريكاتوري أنه فعلا كل مصطلح له معاني لكن نحاول قدرنا نبعد عن هذا المعنى اللي هو الخصم وأنه والله فيه كسر عظم وكسر مجاديف وأنه فيها مباراة ثارية وهذه المباراة الثورية والأسطورية وحياة أموت وحياة أموت وممكن أن يوصل الدم للركب فكيف ممكن تكون هذه المصطلحات كلها تأثير يعني واقعي جدا على الوسط المتابعة لهذه الصحاف والوسط المتابعة أيضا للإعلام دكتور محمد هو للأسف الشديد طبعا هنلاقي أن كل نادي كمسال في مصر له جريدة خاصة به وهتلاقي فيه صحفيين متعصبين لهذا النادي وزي ما قال فعلا سعدة الدكتور عبد العزيز بيختاروا مصطلحات تدل على العنف والانتقام والسخرية من الآخر بل والرغبة فيه فناءه تماما ولذلك مثلا أن يقول لك بالطول بالعرض مثلا للشعار الشهير بالطول بالعرض هنجيب كذا اللي هو الفريق الآخر أو العدو الأرض أي أنهم ليس لهم أي قيمة على الإطلاق وإن مباراة سأرية وإن إحنا انتقامنا وواء إلى آخر وكما أنهم يقدمون أحيانا مبررات مبالغ فيها حين يعني يلحق فريقهم هزيمة معينة يعني لو تهزموا حتى ما بيقدروش يعملوا بتشخيص سليم إن اللعيبة مثلا ما كانوش بينفزوا الخطة أو إن اللعيبة ما كانوش في الفرمة أو إلى آخر وإنما يقول لك إيه الحاكم كان منحاز أرض الملعب ما كانتش مستاوية هناك مؤامرة من اتحاد الكرة ضد هذا الفريق روابط المشجعين بتاع الفريق الآخر ما دوش فرصة للعيبة بتوع فريقنا عشان يلعبوا لأنهم كانوا بيسبوهم بألفاز نابية أو قاسية طبعا أعتقد إن مثل هذه المظاهر التي تدل على التعصب الأعمى والأسف الشديد أحيانا إحنا ما تزعلش مني في بعض المصطلحات إن أحيانا بنبقى قاعدين في البيوت كمشاهدين ونسمع ألفاظ قازرة أحيانا بيقولها المشجعين أو المتعصبين لفريق معين بيجتم أعضاء أو لعيبة هذه حتى وصلت للصحافة ومن الرؤساء الأندية طبعا كل شكر لك الدكتور محمد غانم كان تواجدك معنى أثر الموضوع للأمانة ويعطيك ألف عافية نحاو قدر إمكان أنه يكون لنا أيضا مشاركات معك إن شاء الله مستقبلية في مواضيع أخرى أيضا نحاو قدر إمكان تخدم المجال الرياضي ونقلل من حدة التعاصب الرياضي للأسف أتوقع إلى الآن ما وجدنا منه ولا حتى فايدة واحدة يعني حتى يعني يقولك تعاصب طيب ادعم النادي يقولك لا أدفع فلوس ما في فلو طيب هذا تعاصب خلي تعاصبك دعم للنادي دعم نفسي دعم مادي دعم معنوي لكن لا يكون التعاصب في أن تنفي الطرف الآخر وأنك لا تشوفه ولا شيء راح ننتقل للأستاذ محمد المسند الإعلامي الرياضي من الكويت ما زالت تحميل عليكم كبير جدا أسف محمد هل من علاج عندكم مثلا أنتم كناس يعني ما شاء الله لكم يعني سنوات طويلة في حمل القلم الإعلامي وكتابة أيضا العناوين والمنقالات الرياضية بالتحديد والإعلامية بشكل عام هل عندكم حلول ممكن تخدمنا من خلال الإعلام لحل هذه الإشكالية والظاهرة والله أخي محمد يعني ما أعتقد هناك حلول ربما تلفزيون الدولة قادرين الأخوة المسؤولين أنهم يعني قدر المستطاعين يتحكمون في ذلك أما القنوات الأخرى يا أخي الكريم وأصبحت بكل أسف هي ما أصبحت الصحافة هي المؤثرة أكثر أصبحت البرامج الرياضية البرامج الرياضية سمها المجالس الدواوين مثل ما يطلق عليها هي المؤثرة وبالتالي هذه القنوات ليس هناك قوانين حقيقة تحد من ما يخرج من هذه البرامج مشكلة أخي محمد والدكتور عبد العزيز والمشاهدين الكرام أقولكم بكل أسفة أنا كأب حقيقة ولدي أحفاد يعني أنا ما بيودي أن حفيد من أحفادي يكره له واحد بالسعودية أو المحرين أو قطر أو ما شابه بسبب مباراة جمعت بين المنتخب السعودي والكويتي أو العكس والصحيح مع منتخبات أخرى بسبب بسبب الألفاظ التي حقيقة سواء كان معلقا أو من خلال المحللين أو ما شابه ومثل ما تفضل الأستاذ عبد العزيز عن المصطلحات لماذا لم لا نستعمل كلمة المنافسة الشريفة ليش قصوة إحنا ما بيننا قصوة ما بين حرب ما حيصير في تسويق ما قال الدكتور عبد العزيز أنا ما راح يصير في بيع مادة ما عد فيه فلوس خلاص تتوقف تنتهي هنا أخي محمد يجب على الدولة يجب حقيقة على الدولة أن تتحد من هذه الأمور بأمور قانونية ومثل ما تفضل الدكتور محمد أو الدكتور عبد العزيز يعني هناك ثلاث عناصر مهمة حقيقة هي الأسرة في التربية والمدرسة ومن ثم الإعلام إن استطاعت حقيقة هذه الفئات الثلاث إن استطاعت أن تربي جيل ما هي أهمية هذه الرياضة لك أنت كولد لي أو حفيد كيف أحاول أن أبعدك عن هذه المصطلحات وتروح للمباراة تشاهدها من خلال التلفزيون بعدين في نقطة مهمة يا أخوان تفضل الآن المعلقين وصراخهم وبكل أسف وبعض مصطلحاتهم قاعدة تؤثر في نفوسنا إحنا والله حيانا أنا يعني ما أطف في التلفزيون لكن الصوت هذا ما أحب أسمعه لأنه أصبح مؤلم لي أنت يا أخي الكريم أنت يا معلق أو أنت يا محلل رجاء كل رجاء خافوا من الله سبحانه وتعالى أنا ترى بصفاقة أصحة إحنا لنا خصوصية إحنا في الخليج صحيح لنا خصوصية في الخليج في مباراة منتقب الكويت أو السعودي أو القطري أو الإماراتي أو العمالي أو هكذا حافظوا على هذه يا جماعة مي معقولة نوصل إلى عملية حروب فيما بيننا مانشت مثل ما تفضلوا إن جيت المانشت اللهم كافي تقول حروب قائمة إن جيت للأخوان في القنوات الرياضية طيب جميل جدا أستاذ محمد إحنا أخذنا الموضوع بجوانب مختلفة من جانبك الإعلامي وأيضا جانب الرياضي الدكتور عبد العزيز وأيضا مع الجانب النفسي الجمهور أيضا أتوقع له كلمة ولوح طرق وأيضا حلول لهذه الإشكالية خلونا نشوف مشاهدين الكرام هذا الاستطلاق وراح نكمل معكم التعصب الرياضي في الوسط الرياضي سباب التعصب الرياضي هل هي من إدارات الأندية أو الإعلام أو ثقافة اللاعبين هو بصراحة يفرق أنه قلت التعصب أنه شامل أكثر من قلت اللي هو النادي وهو طبعا من الجمهور يبدأ ومن بعدها الإعلام هو اللي يرفع لك الموضوع كله يخليك على ما يقولون يشبها الإعلام الرياضي عندنا جدا محتقن كل يتعصب لمصلحة فريقة نراهم في تويتر خاصة يعني في تويتر موقع التواصل الاجتماعي الشهير يعني الشخص يضمن أكبر عدد من المتابعين ويبدأ بحملة على الفريق الآخر هو الجمهور المتابع له فيلقى من ذلك التصفيق ويلقى من ذلك التحفيز ويكون الضحية الجمهور الرياضي الذي ربما لا يفقه بالشيء الكبير الذي يعنيه هذا الإعلام الإعلام الرياضي أكثر الأسباب الذي يجعل التعصب يكون بين المجتمع واعتبر نسبته تصل إلى 70% مع أن الأسباب الأخرى الأندية واللاعبين والأفكار وما يحدث بين المجتمع في هذا الشان وضجة الإعلامية تجعل له أيضا نقدر نقول لها أسباب بنسب متفاوتة الإعلام يعني هو يوصل لجميع الناس فبكل تأكيد إذا كان رأي معين قد يأثر على آراء من شريحة كبيرة من المجتمع فيما تقول فإحتمال هذا يؤدي للتعصب الرياضي عدد من الإعلاميين وعدد من الصحبين اللي حبون الشوك حبون الإثارة وحبون يعني يبغى الشوك الزائد هذا اللي يخليه يدخل إثارة التعصب بين الجماعي اللاعبين برضه أشوفهم مشتركين كذلك في التعصب الرياضي بعض المقاطع ما لها أي داعي نشوفهم في السنابشات وفي غيرها وفي غيرها يعني ما لها أي داعي قبل مباراة يعني يشحن نفسه ويشحن الجمهور إلى درجة أن الجمهور يستثير ويطلع وتسير بين أيش الجمهور فالأخير اللي ماكلها جمهور أنديها بشكل عام لأن الإعلام عندنا دائماً هو خلنا نقول لها النسبة الأكبر في الرياضة عندنا يجي بعد مثلاً برضه ثقابة اللاعبين لاعب اللاعب يختلف لما يخرج عن مثلاً ضغطات الجماهير وهذه برضه منها أنا من وجهة نظري أشوف أن وزارة الإعلام عليها الدور الكبير يفرض رقابات على الإعلاميين سواء فيما يكتبون في الصحف المحلية أو ما يكتبون في مواقع التواصل الاجتماعي أتوقع يمكن كل الكلام اللي ينقال هو صحيح بنسبة 100% حتى الدكتور عبد العزيز يقول فعلاً هذا كل الكلام صحيح من خلال بعض الشخصيات اللي تبحث عن الشو وتبحث عن الإثار فيبدأ يطعم بعض الجماهير ببعض الكلام ببعض التصريحات ببعض أيضاً المواضيع اللي يكون ما لها دخل أساساً في المجال الرياضي يبدأ يدخلها في هذا المجال بالإضافة إلى حتى يعني فيه مصطلحات والواحد يستغرب منها كيف دخلت أساساً عندنا وبدأت أصبحت بتداول واللي يقول مثلاً وزارة الإعلام أنه يجب أن يكون عليها الدور الرقابي وزارة الإعلام يعني حتوقف كثير يعني وقفت رؤساء أندي ووقفت إعلامين لو حتوقف كل واحد يعني حيبحث وراء الشوع ما أتوقع أنه حيكون في أحد يعني يصير ممكن نتكلم معه طبعاً حنأخذ جانب أخير من هذا الموضوع وهو يمكن جانب مهم جداً الجانب القانوني وأكيد حيكون معنا وضيفنا وضيفكم مشاهدين الكرام المحامي والمستشار القانوني المعروف الأستاذ خالد أبو راشد نقول يا أستاذ مساك أستاذ خالد أستاذ خالد سامعني أسعد الله مساك وأهلا وسهلا بيك وضيفك الكرام والسادة المشاهدين أهلا وسهلا بيك أستاذ خالد يمكن كنت معنا أنت من بداية الحلقة بهذا الموضوع وأيضاً بطرحات ضيفنا الكرام من ناحية إعلامية من ناحية نفسية أيضاً من ناحية رياضية ذكات رواسات إذا يعني قامت كبار في هذا المجال وكلاً في مجاله باقي المجال القانوني هل المجال القانوني فرصة للتخفيف من حدة التعصب الرياضي وتوجيه التوجيه الصحيح هو المفروض يقول أن المجال القانوني هو المجال فعلاً الأخير للحد من هذا التعصب بمعنى نحن في الوسط الرياضي في عندنا لجنة الانضباط صحيح بالنسبة للإعلام في وزارة الإعلام وبالنسبة لوسائل التواصل تويتر وما إلى ذلك في هيئة التحقيق للإدعاء العام لو كل جهة من هذه الجهات الثلاثة قامت بالدور المطلوب كان حيكون هناك حد كبير جداً من هذا التعصب بمعنى لو أن لجنة الانضباط أصدرت عقوبات على كل من يقوم بتصريح مسيح لو أن وزارة الإعلام حاسبت كل من يقوم بالإساءة عبر وسائل الإعلام من منسوبيها وهم من منسوبي الصحف أيضاً لو كهناك تفعيل حقيقي لهيئة التحقيق والدعاء العام بمحاسبة في تويتر يعني قدر الإمكان الإعلاميين أو الرياضيين أو المسؤولين يستخدموا تويتر أو وسائل التواصل سيكون هناك حد كبير جداً ولكن لما يكون هذا الأداء ضعيف سنشاهد ما بنشاهده الآن من تعصب من توتر خاصة أنه سنة عن سنة هذه المسألة بتزيد ما بتنقص جميل طيب أستاذ خالد أيضاً نتكلم إذا كنا بنبحث عن كل واحد راح يكتب في تويتر ونعرف حنا أيضاً فترة زمنية اللي راح تأخذها القضية خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي راح تطول كيف ممكن أنا ممكن كفرد عادي هل بإمكاني مثلاً أرفع قضية تعصب هل في مفهوم قانوني عندنا في المملكة العربية السعودية بهذا المعنى أو بهذا المصطلح لا هو الآن إذا إحنا نتحدثنا عن تويتر فيفترض أنه يتم محاسبة نقول المؤثرين هذا من قبل الدعاء العام هي تأخذ الدعاء العام أما بالنسبة لأي فرد فمن حق أي فرد أن يتقدم بشكوى ضد كل من يسئله الإساءات أو الجرائم هي أنواع السب هذا جريمة نعم الاتهام هذا جريمة القذف هذا جريمة وطبعاً الاعتداء أو يعني على النفس هذا جريمة فإن كان تعصب أو أي مصطلح آخر إذا كان هناك سب أو اتهام والأكثر هو الاتهام أو قذف فمن حق أي إنسان أن يتقدم بشكوى إذا كان إعلامي يقدم شكوى ضده لدى وزارة الإعلام إذا كان عبر وسائل التواصل الشكوي إلى الشرطة مباشرة واتحاد سعودي ممكن الشكوى تكون لدى لجنة الانضباط نعم طبعاً مشاهدين الكرام زي ما ذكروا الأستاذ محمد المسند أنه دائماً على عاتق الإعلام الحكومي الشيء الكبير رح نستضيف وإياكم عبر الهاتف الأستاذ صالح الورثان هو مساعد مدير عام القناة الرياضية للحديث عن مشروع وطني ممكن يقام لحل هذه الإشكالية نقوله أسعد الله مساعدك أستاذ صالح مساء الخير لك أستاذ صمد أيضاً لضيف القنوات السعودية ضيف أيضاً تنسيون السعودي الأستاذ محمد المسند بالإعلام الكويتي والعربي الكبير وأيضاً للزميل الأستاذ خالد براشد وممعك أيضاً من المسداخلين وممعك في الاستوديو أهلاً وسهلاً فيك أستاذ صالح خليني نتكلم عن مشروع وطني لحل هذه القضية خليني نقول لي أصبحت نوعاً ما ظاهرة وأصبحت واضحة يعني حتى في موقع التواصل الاجتماعي يمكن هي الملعب الأكبر أصبح لي التعصب الرياضي طبعاً سيد محمد أنه في اعتقادي أن هذه القضية باتت من القضايا الرياضية والإعلامية الكبرى التي تؤرق المجتمعات أيضاً ولم تعد أيضاً تؤرق المجتمع الرياضي بحث وبلا شك طبعاً نوحييك شخصياً نوحيي زميل أستاذ فهد منطيري على طرح مثل هذه المواضية التي فعلاً يجب أن تدرس من الجميع على الجوانب الجوانب الإعلامية والجوانب أيضاً القانونية والجوانب النفسية وأيضاً الجوانب المجتمعية وأعتقد سيد محمد أننا الآن على مفترق طرق إما من ننتشل الوسط الرياضي والرياضة السعودية وحتى ربما الخليجية والعربية من داء مثل هذه المور ولكن دعني أنا طبعاً أتحدث أيضاً من منطلق القانون الذي يتحدث من الزميل خالد براشد أنا اعتقادي أن سن قوانين رادعة بلا شك ستكون مانع وأيضاً تضع حد لهذه الظاهرة القاتلة التي لا أسف أنها أيضاً وصلت إلى الإعلام وأصبح الإعلام له دور كبير جداً في تأجيج مثل هذه القضايا ومثل هذه الطروحات العقيمة ووصلت إلى موضوع السوشال ميديا والنيو ميديا فأصبح التعصد ظاهرة تأثرت على مستويات الفرق العربية المنتخبات السعودية وأثرت حتى على مستوى الحميمية في التناثص الرياضي الشديد صحيح طيب ما زال حديثنا هل هناك من مشروع وطني كون أنتم إعلام رياضي حكومي عليه العاتق الشيء الكبير وأيضاً محملين بأمانة عظيمة من خلال حل مثل هذه الإشكالية لأن القنوات التي توقع الخاصة والقنوات الأخرى يداماً ما تبحث عن الشو ما يهم هذا الشيء أهم شيء زيما ذكر الدكتور عبد العزيز أنه يكون في عدد متابعين عسان يصير في بيع للإعلانات عسان يصير في شهرة لهذه القناة وأيضاً شهرة لهذا البرنامج أنتم كجهة حكومية هل هناك من مشروع يتم في إشراك العديد من القطاعات الحكومية والخاصة لسن مثل هذه القوانين وأيضاً لنشر وتفعيل هي الثقافة موجودة لكن نحتاج إلى تفعيل وآلية تفعيل لحل هذه الظاهرة نعم أنا في اعتقادي طبعاً معالي وزير الإعلام من أبتر عبد العزيز وأيضاً المسؤولين على رأسهم أبتر عبد الملك الشذوب وجميع أيضاً المسؤولين في الكنوات الرياضية سعب ترن حمد داريان أعتقد أن الجميع يتفق على وقت مثل هذه الظاهرة من خلال الرسالة الإعلامية التي تقدمها جميع وسائل الإعلام وتحديداً القنوات الرياضية السعودية التي تسعى فعلاً إلى تخطيط هذه الظاهرة من خلال برامجها التفقية ومن خلال المشاريعها الكبيرة أنا سيد محمد طرحت موضوع المشروع أنا في اعتقادي أن المشروع لا يجب أن يكون برنامجاً أو برنامجين أو حلقة أو تقارير أو حتى نعم أنا في اعتقادي بالضبط وأكبر من كده يفترض أن يكون يعني مشروعاً يعني وطنياً ممتداً يعني يعيدنا فعلاً إلى عوام الثمانينات حيث كانت الرياضة السعودية صراحة طاءة وكانت تقدم العديد من الإنجازات وكان صراحة الجميع صراحةً يعني حتى في تنافس حميمي شريف ولم تصل الأمور كما تفضل الضيوفك الكرام إلى ما وصلت إليه من يعني تعصب أنا في اعتقادي أنه ربما ينعكس أيضاً على مستوى الجماهير وربما يحدث في الملائب ما لا يحمد عقبة أنا في اعتقادي طبعاً القنوات الرياضية هي قائمة فعلاً في هذا المشروع ومستمرة فيه من خلال هذه التوجيهات والله بإذن الله يعني نتقاطع من خلال أنتم أيضاً سيد محمد فيه من مشروع كبير لكن بإذن الله تعالى ممكن من خلال أيضاً اللقاء يعني الأكاديميين المثقفين أيضاً مركز الملك عبد العزيزي للشوار الوطني ممكن أيضاً يتشكل مشروع كبير جداً يستهدف فعلاً يعني الثقاطع الخاصة في هذا الأمر نعم شكراً لك أستاذ صالح الورثان مساعد مدير عام القناة الرياضية يعطيك ألف عافية ونرجع لي الأستاذ محمد المسند يمكن حضرتك اسمات كلام أستاذ صالح يمكن هذا الشيء اللي أنت كنت تبحث عنه من ناحية الإعلام الحكومي وأيضاً من خلال إطلاق مشاريع حكومية تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة والتعصب الرياضي بشكل كبير خلينا نسمع منك رأيك في هذا المشروع لو فعلاً فرعل وقيم بالإضافة إلى كلمة وجهها من إعلامي إلى إعلامي آخر هذا صحيح أستاذ محمد فعلاً أول شيء أحيي الأخ أستاذ صالح الورثان وفي نفس الوقت أحيي أيضاً الأخ المحامي خالد وراشد وأثني على وجهة نظرة أن لجان الانضباط إلى حد ما بدأت حقيقة تخفف جانب من بعض تصريحات الأخوة الإداريين وخوفنا وخوفنا من هالإداريين مدير الفريق أو رئيس النادي أو هكذا أما ما تفضل فيه الأستاذ صالح حقيقة أنا معاه مئة بالمئة فعلاً يجب أن نتصد بمشروع بمنهج بأي شيء لنتصدى لهذا التعصب حقيقة لأن هذا التعصب قاعد يهدم مجتمعاتنا بشكل عام أنا أقول يهدم 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 حتى في البيت فأنا قلباً وقالباً كل ما تفضل فيه لك صالح وأنا سعيد كل سعادة عندما يطلب مني في أي شاء أنا في خدمة حقيقة الأخوان بالتلفزيون السعودي جميلة أو أي جهة إعلامية عربية من خلال حقيقة هذه الخبرة المتواضعة للصحة التعبير وشكر موصول لك أخي محمد وكل الأخوة الزملاء اللي شاء لكونوا في هذه حلقة وأرجو الإكثار من هذه البرامج نحن نقود نحن الإعلام يقود الجمهور وليس الجمهور هو الذي يقود هذا الإعلام بالضبط كل شك لك السيد محمد المسند الإعلامي الكويت المعروف يأتيك ألف عافية ومثمن لك هذه المداخلة وأيضا هذه الإطروحات اللي نتمنى فعلا أنها تكون موصلة ومفاعلة لهذه الثقافة ثقافة الحد وأيضا وعد هذه الظاهرة التعاصب الرياضي يعطيك ألف عافية وعودة إلى الأستاذ خالد أبو راشد في كلمة أخيرة في كيفية من خلال القانون الحد من هذه الإشكالية من التعاصب الرياضي على جميع الأصعدة جماهير مهتمين نارية من رأسها عندي أو من لعبين هو يعني بتكافل الجميع كلنا في اختصاصه يعني أنا حتى حدث من ناحية القانونية للبحثة لجنة الانضباط تقوم بدورها على كل مسؤول رياضي يصرح تصريح مسيء وزارة الإعلام تقوم بدورها على كل كاتب أو مسؤول تحرير ينتج عنه مقالة أو عنوان مسيء هنا سنحد بالنسبة للإعلام الانضباط ستحد بالنسبة للوسط الرياضي وفيما يتعلق بوسائل التواصل لو تم معاقبة اثنين أو ثلاثة فقط من يعني لهم حسابات كبيرة أو من المؤثرين يعني في إساءاتهم حيكونوا رادع لغيرهم جميع هذه ثلاثة الجهات لو قامت بدورها حيكون في حد كبير جدا بالإضافة زي البرنامج النير هذا وبرامج أخرى تكون يعني بتوضح يعني توعية للمجتمع الرياضي إنه نرجع زي ما كنا زمان ماهو زي الآن ملاحظة أخيرة حتى كثير من الزملاء أصبحوا بيبتعدوا عن العمل في الوسط الرياضي بسبب التعصب الموجود صحيح كل شكر لك الأستاذ خالد أبو راشد المحامي والمستشار القانوني المعروف وأيضا شكر لإثراك معنا في هذه الحلقة من الجانب القانوني كلمة خيرة الدكتور عبد العزيز هل نسمعنا أراء مختلفة من همكن السؤال هل يجوز أن أقدم الحكم بأنه محسوب على النادي الفلاني والله هذه اللي نشغالين عليك سؤال هل يجوز أن أقدم الحكم أو أقدم رئيس الاتحاد أنه محسوب على النادي الفلاني أو حسنا بدأنا ندخل في النواية أن الحكم الفلاني متحيز من النادي الفلاني لا أنا أريد إلى نقطة أخرى إذن يجب أن أقدم الإعلامي على أنه محسوب على النادي والإعلامي المحترم يجب أن يأتي إلى البرنامج أو إلى القلم أو إلى المنبر الإعلامي وهو يتحدث بحيادية تامة ولا يقدم على أنه منسوب للنادي المنسوب للنادي يكون رئيس مدير المركز الإعلامي أو مدير الفريق أو أحد يصرح باسم النادي مسموح لكن عندما تأتي إلى طاولة النقاش أو الحوار أو التحليل أو النقد فيجب أن تقدم نفسك على أنك إعلامي محايد تشجع نادي يروح في بيتكم وشجع على راحتك ما أحد يقولك لا لكن تأتي إلى برنامج يجب أن تكون محايد تماما مثلك مثل الحكم مثل رئيس الاتحاد مثل رئيس اللجنة حتى فعلا تقدم الشيء المفيد التشجيع غير عبد العزيز الخالد الأكاديمي والخبير الرياضي أيضا ومدير بالوطني وأيضا كل شكر للضيوف الذين كانوا معنا في حلقة اليوم الدكتور محمد غانم أستاذ علم النفس الاجتماعي ورئيس قسم علم النفس بكلية الأداء في جامعة حلوان ومن الكويت كان معنا الأستاذ محمد المسند الإعلامي الكويتي وأيضا المحامي ومسشارة قانوني الأستاذ خالد أبو راشد أيضا كل شكر للفنيين في برنامج الوسط الرياضي وأيضا للمعدل الأستاذ فهد المطيري والمخرج عبد الله السعيدي إذا كانت الرياضة هي سبب المشاكل واللخبط وإذا كانت هذه بالتحديد هي فعلا تفرقنا ما تجمعنا بلاش منها وخلونا نعيش في سلام وباقينا نعيش في أمان يعني انتهت وخلصت وهذه كل حاجة توقع أنه ممكن الواحد يسويها فقط كرة قدم هي فقط انتهت إذا فعلا فعلا تفرقنا ما تجمعنا فهي انتهت بهذه الحلقة ونتمنع لكم إن شاء الله ليلة سعيدة ونقول لكم إن شاء الله بلاش تعصب شجع ناديك ونا شجع ناديك وهم شيء نبقى حبائب